قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حن في جبالي أن العراق تحمل ما لا يطيق على مدار سنوات طويلة مضت وذلك في مواجهة جملة معقدة من المهددات التي أثقلت كاهله وواجهها الشعب العراقي الشقيق ببسالة أضف جبالي أن الدولة المصرية صاغت رؤية شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى قوامها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية والرفض التام لأية تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية لم تكن الدولة المصرية بعيدة عن الأخطار الجسيمة التي أحاطت بمنطقتنا العربية فما أن خرجت مصر منتصرة في معركتها ضد قوى الفوضى والإرهاب والظلام حتى صاغت مقاربتها الشاملة لإنقاذ الدول العربية الشقيقة من براثن الفوضى والسقوط والتي تستند على جملة من الأمور أبرزها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية بمؤسساتها والرفض التام لأية تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية ترسيقاً لمفهوم الوطن المستقر والآمن